اجتمع سعادة سيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة بوزيرة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية الأستاذة نيفين جامع جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الودية التي تربط البلدين الشقيقين واستعراض أفاق التعاون والعمل المشترك كما أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة على أهمية الاستفادة من الخبرات في المجال الصناعي والتجاري بجمهورية مصر العربية والعمل على تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في هذا الجانب كما استعرض سعادتها أيضا الدور الكبير الذي تولي حكومة البحرين الموقرة في دعم وتطوير القطاع الصناعي والتجاري والخطوات والبرامج التي تنفذها الحكومة والقطاع الخاص لدعم هذا القطاع ونموه وأكد الوزير على عمق العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين وأهمية اللقاءات الأخوية والودية التي لها عظيم الأثر في إثراء القطاعات الاقتصادية بمملكة البحرين وتبادل التجارب والخبرات بينها وبين الأشقاء في جمهورية مصر العربية